السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم أعزائي طلاب الصف الثامن عدنا إلى كتاب اللغة العربية الوحدة الخامسة بعنوان النهر العذب لدينا نص استماع سنقرأه ونجيب عن الأسئلة ونرى ما المطلوب في موضوع التحدث وسنقرأ قصيدة في وصف نهر ودرس القراءة نبتدأ بقراءة الأسئلة مبدئياً في أي جزء من القارة الإفريقية يقع نهر النيل؟ من أين ينبع نهر النيل؟ لنهر النيل رافدان رئيسان اذكرهما ما المقصود بدلتا النيل؟ كم تبلغ مساحة حوض نهر النيل؟ ما رأيك في وصف هيرودوت مصر بأنها هبة النيل؟ يفيض نهر النيل ثم ينحسر في أفضل الأوقات وضح ذلك أذكر أمثلة على الأهمية الاقتصادية لنهر النيل في رأيك نبتدأ بقراءة النص نهر النيل نهر النيل أطول أنهار العالم ويقع في الجزء الشمالي الشرقي من قارة إفريقيا ويجري من الجنوب إلى الشمال ينبع نهر النيل من بحيرة فيكتوريا في وسط شرق إفريقيا وله رافدان رئيسان هما النيل الأبيض والنيل الأزرق وقبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط يتفرع إلى فرعين أقصى الشمال المصري هما رشيد وضميات فيحصران بينهما ما يعرف بدلت النيل تقدر مساحة حوض النيل بنحو 3.4 مليون كيلو متر مربع تمتد في عشر دول إفريقية تسمى دول حوض النيل من بينها مصر والسودان وقد وصف المؤرخ اليوناني هيرودوت مصر بأنها هبة النيل ويفيض نهر النيل في الصيف والأرض خالية من الزرع محتاجة إلى الماء فيغمرها بمائه المحمل بالطمي ليروي ضماءها ويجدد خصفها ثم ينحسر عنها في أوقات الزراعة فتبذر الحبوب وينمو الزرع وتخضر الأرض إذن في أي جزء من القارة الإفريقية يقع نهر النيل يقع في الجزء الشمالي الشرقي من القارة إذن في الجزء الشمالي الشرقي من أين ينبع نهر النيل ينبع نهر النيل من بحيرة فيكتوريا في وسط شرق إفريقيا لنهر النيل رافدان رئيسان ما هما هم النيل الأزرق والنيل الأبيض ما المقصود بدلت النيل دلت النيل هي منطقة محصورة بين فرعين من النهر يسمى برشيد وضمياط إذن هي منطقة محصورة بين رشيد وضمياط دلتة النيل كم تبلغ مساحة حوض نهر النيل تبلغ 3.4 مليون كيلو متر مربع ما رأيك في وصف هذا يعود لك ما رأيك أنت بوصف أنها هبة النيل هبة أي هدية للنيل أليست كذلك فهي جعلت النيل تكون أرض خصبة أرض النيل أرض خصبة يفيد نهر النيل ثم ينحصر في أفضل أوقات وضح ذلك عندما قال أن نهر النيل يفيد في الصيف والأرض خالية من الزرع محتاجة إلى الماء فيغمرها بمائه المحمل بالطمي حتى يروي ضماءها ويجدد خصبها ثم ينحصر عنها في أوقات الزراعة إذن النهر متى يفيد يا ثامن يفيد في الصيف عندما تكون الأرض خالية ثم ينحصر في أفضل أوقات ألا وهي أوقات الزراعة هي أفضل الأوقات أن يفيد فيه النهر لكنه لا يفيد أذكر أمثلة هو السؤال الثامن لك تحدث إلى زملائك في موضوع التحدث تحدث إلى زمالك عن فوائد الأنهار ما رأيك ما هي فوائد الأنهار؟ اكتب وشارك نساء ثامن حاور زملائك في كيفية المحافظة على الثروة على الثروة المائية كيف نحافظ على ثروتنا المائية؟ ألا وخصوصا أن الأردن يعاني من شخ في الثروة المائية فكيف نحافظ يا ثامن على الثروة المائية؟ هذا يكون واجب لديك نبتدأ الآن يا ثامن بقراءة النص سنقرأه فقط قراءة ونتعرف بالشاعر وفي الحصة القادمة إن شاء الله سنقوم بتحليل النص في وصف نهر عرج بمنعرج الكثيب الأعفري بين الفرات وبين شط الكوثر وجداول كأراق من حصباؤها كبطونها وحبابها كالأظهري والورق تشد والأراكة تنثني والشمس ترفل في قميص أصفري والروض بين مذهب ومفضض والزهر بين مدرهم ومدنري والنهر مرقوم الأباطح والربا بمصندل من زهره ومعصفري وكأنه وكأن خضرة شطه سيف يسل على بصاط أخضري وكأنما ذاك الحباب فرنده مهما طفى في صفحة كالجوهري نهر يهيم بحسنه من لم يهم ويجيد فيه الشعر من لم يشعري أمل بلغناه بهض بحديقة قد طرزته يد الغمام الممطري فكأنه والزهر تاج فوقه ملك تجلى في بصاط أخضري نعود للقراءة مرة ثانية حتى تضبطوا قراءتكم وتسمعوا الأبيات يا ثامن طبعا ثامن بدنا نحفظ أول ثلاث أبيات في وصف نهر عرج بمنعرج الكثيب الأعفري بين الفرات وبين شط الكوثري وجداول كأراق من حصباؤها كبطونها وحبابها كالأظهري والورق تشد والأراكة تنثني والشمس ترفل في قميص أصفري والروض بين مذهب ومفضض والزهر بين مدرهم ومدنري والنهر مرقوم الأباطح والربا بمصندل بين زهره ومعصفري وكأنه وكأن خضرة شطه سيف يسل على بصاط أخضري وكأنما ذاك الحباب في رنده مهما طفى في صفحة كالجوهري نهر يهيم بحسنه من لم يهم ويجيد فيه الشعر من لم يشعري أمل بلغناه بهض بحضيقة قد طرزته يد الغمام الممطري فكأنه والزهر تاج فوقه ملك تجلى في بصاط أخضري نأتي الآن إلى أن تعرف بالشاعر هو محمد بن إدريس ابن مرج الكح الكحل نحفظه يا ثامن محمد بن إدريس ابن مرج الكح الكحل شاعر أندلسي برع في الغزل والوصف بدنا نحفظ هذا السطر يا ثامن كامل القصيدة يا ثامن تتحدث هي من قصائد وصف الطبيعة فن الوصف تمام من فن الوصف ممكن أسألك القصيدة تابعة لأي فن من فنون الأدب فتجيب إلى فن الوصف إذن هي من قصائد وصف الطبيعة الذي يشهره في العصر الأندلسي عصر الأندلسي كان مشهور بفن الوصف نظمها الشاعر في ماذا في ماذا نظمت هذه القصيدة في وصف نهر الغندق في لوشا في الأندلس هذا ابن نحفظه ويصف الشاعر موقع النهر وما يحيط به ويصف النهر وصفا بديعا فيه كثير من أصور الفنية إذن الفكرة العامة هي وصف موقع النهر وما يحيط به ووصف النهر تمام؟ هيك يا ثامن نكون حصتنا لليوم حص القادم إن شاء الله بنحلل القصيدة معاني أفكار وشرح وبنحلل الأسئلة بإذن الله يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر